بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام في بداية حلقتنا النهاردة نحب نرحب بالسادة اللي هو أركان حرب حسام الدين مصطفى مدير المعهد الفني للقوات المسلحة أهلا بك فندم وتحياتي أهلا بحضرتك فندم تحياتي لحضرتك وأسرة العمل سعداء بوجودكم معنا النهاردة في المعهد ده شرف لنا ستلو حسام بداية يعني نبزة مختصرة عن نشأة وبداية المعهد الفني للقوات المسلحة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا تم إنشاء المعهد الفني للقوات المسلحة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في أغسطس سنة 1968 ده كان بهدف إعداد الكوادر الفنية لسد الاحتياجات التأمين الفني ضمن إجراءات إعادة البناء للقوات المسلحة عقب حرب 1967 وده طبعا كان بالاستعانة بالخبراء لتحاد سوفيتي أنزي وتم تخرج أول دفعة في يوليو سنة 1970 وقتها كان في خمس خاصصات اللي هما كانوا موجودين في المعه اللي هما تسليح وإلكترونيات وقهرباء ومعدات ميكينيكية وطيران وصف ده الصالح أعمال التأمين الفني للأسلحة والمعدات بالوحدات التشكيلات احنا كم تخصصت الليوح سمان دولا؟ احنا النهاردة الحمد لله وفضل الله وصلنا إلى 24 تخصص تخدم منظومة التأمين الفني في جميع الإدارات والهيئات وقيادات القوات المسلحة وأيضا أحب أنوه لحضرتك أن المعد الفني قد مر بالعديد من التعديلات التشريعية والقوانين كان الغرض منها أن احنا بنواكب التحديث والتسارع المستمر في التسليح العالمي وطبعا زي بستك عارف أن احنا الحمد لله قواتنا المسلحة في تحديث مستمر ساتة لوح سمان أكيد المعد دي دور كبير جدا ومهام كبيرة جدا داخل القوات المسلحة من خلال التأمين الفني للمعدات الموجودة داخل وحدات وتشكيلات القوات المسلحة كلام ساتةك عن دور مهام المعد الفني القوات المسلحة طبعا مهمة المعد الفني هي إعداد كوادر فنية من الضباط المؤهلين تأهلين جيدا وده طبعا بيتم بالاستعانة بأحدث نظم التعليم الفني والمعامل الحديثة المعامل الحديثة دي طبعا احنا باستخدمها على طول من الخارج ده اللي كان من شأنها اعداد الضباط الفنين بشكل محترف لامكانية التعامل مع الأسلحة والمعدات ضمن منظومة التأمين الفني الشاملة بالقوات المسلحة اللي هي بتشمل عندي الصيانة والإصلاح والإمداد والتدريب الفني والإخلاق والنجدة الموجودة بالوحدات والتشكيلات سيدنا وحسام هل فيه وفدين من الدول الشقيقة والصديقة للدراسة داخل المعهد؟ بالضبط طبعا احنا بنعتبرها مهمة أساسية بالمعهد الفني هو تأهيل الطلبة الوفدين من الدول الصديقة والشقيقة وإحنا فعلا عندنا أبنائنا من طلبة الدول الأفريقية موجودين بالمعهد بيدرسوا التخصصات اللي هم بيطلبوها داخل البلاد تمام إن شاء الله مزيد من طلاب الوفدين للدراسة داخل المعهد ده هدفنا فعلا سيدنا وحسام طلب المعهد الفني للقوات المسلحة ليه شروط خاصة سواء في المجموع أو في التخصصات المطلوبة هنا داخل المعهد كلمة ستك عن كافية اختيار وانتقاء الطالب هنا طبعا احنا بنقبل طلبة سنوات عامة وسنوات الإزارية علم علوم وعلم رياضة الحاصلين على مجموع 65% فأقصر وبالنسبة لسنوات الصناعي بشقايه 3 سنوات وال5 سنوات بمجموع 75% فأقصر تخصصات الميكانيكا والقهرابة طبعا الطالب بيتقدم للمكتب التنسيق في كلها الحربية بيختبر جميع الاختبارات اللي بيختبرها جميع زملاء ومتقدمين القوات العسكرية من اختبارات السمات واختبارات رياضية واختبارات بدنية وطبية وطبية وكل الكلام ده بالاضافة احنا بنتزود له اختبار في مواد علمية مثل الميكانيكا والفيزياء والانجليزي المواد التطبقية مواد التطبقية ده بغرض انه هو ان نتأكد ان الطالب قادر على تلقي العلوم الهندسية داخل المعهد ان شاء الله بعد ما يلتحق بي تمام ستلوح حسام نظام الدراسة هنا داخل المعهد نظام الدراسة في المعهد الفني على 3 سنوات يقولنا السنة الاولانية طبعا كل سنة بتربين الاول سنة طبعا احنا يقولنا ان الطالب بيقعد 45 يوم في كلها الحربية بهدف ان هو بيتحول من العداد العسكرية العداد العسكرية عشان يتحول من الحياة المدنية الى الحياة العسكرية ثم بيلطحك بقى بالمعهد الفني مع قروناءه من الكلات العسكرية كل واحد بروح كليته طبعا بنستكمل اللي درسه في كلية الحربية بنديله اختبار علمي في بعض المواد العلمية هدف الاختبار دوت اننا بخصص الطالب هو نافع في المواد القهربية تخصصات القهربية ولا تخصصات الميكانيكية حددنا هنا خلاص الشيخ ده بيكمل عام الدراسي بتاعه بالكامل في دراسة المواد العامة من المواد الهندسية القهربية او الميكانيكية بيستكمل هذه الدراسة في الترمي التاني للسنة التانية ويبتدي يتخصص اعتباراً من الترمي التاني في السنة التانية وبيكمل لحد السنة التالتة بالترمين بتاعها بيقدر إيه؟ أنه هو يدرس كل المواد التخصصية بتاعه بعد ما بينتهي هنا طبعاً هو بيبقى طبعاً بينفذ مشروع تطبيقي الغرض من مشروع تطبيقي مشروع تخرج يعني مشروع تخرج غرضه أنه هو بينفذ الحاجة اللي هو تعلمها خلال 3 سنين ده طبعا بالإضافة إلا أنه هو بيكون فيه زيارات في الورش والمستودعات التابعة للسلاح بتاعه اللي هو تدريب العمل يعني علشان يبقى بنسميه تدريب إنتاجي علشان يقدر يتفاعل مع المعدة والسلاح اللي هو هيتعامل معه بعد كده في الوحدة والتشكيل اللي هو ينضم ليه من شاء الله ترجمة نانسي قنقر